اشتركوا في القناة طارعين إلى المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات كما أثنى جلالته على دور سموه في خدمة مملكة البحرين وتعزيز نهضتها التنموية وجهود سموه الدعوبة والمتواصلة في جميع المجالات تماشيا مع التوجهات الملكية السامية التي وضعت مصلحة المواطنين وأمنهم الغذائي والدوائي في مقدمة الأولويات حفظ الله البحرين وأهلها من كل مكروه وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر عن خالص الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى حفظه الله على هذه الزيارة الكريمة في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل دعين الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والعافية والسعادة وأكد سموه أن مملكة البحرين تسير في ظل قيادة جلالة الملك حفظه الله بخطوات ثابتة نحو تحقيق تطلعات وطموحات شعب البحرين في التقدم والرخاء وأنها قادرة بل أنها قادرة بمشيئة الله ثم بفضل التوجيهات والرؤى الحكيمة لجلالة الملك على تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم أجمع والحفاظ على ما حققه من مكتسبات وتنميتها لخير الوطن ونماء شعبه موسيقى موسيقى